كان يحيى ابن خالد ابن برمك من الوزراء الأذكياء حتى أن الخليفة المنصور كان يقول ولد الآباء أبناء أما خالد فقد ولد آباء يقصد ابنا في ذكاء الآباء وحكمتهم وكان الإبنان هما يحيى والفضل ويحكي لنا محمد بن عبد الرحمن الهاشمي حكاية تدل على ذكاء يحيى وأخيه الفضل منذ كان طفلين صغيرين يقول ابن عبد الرحمن كانت أم جعفر بن يحيى تزور أمي بين الحين والحين وكانت سيدة زكية الفؤاد فصيحة اللسان عذبة الحديث فكان يطيب لي حين أن ألقاها في بيت أمي أن أستمع لحديثها وأستكثر منه سألتها يوما قلت لها يا أم جعفر إن بعض الناس يفضل جعفرا على الفضل وبعضهم يفضل الفضل على جعفر فاخبريني ماذا ترين أنت في هذا الأمر أنا أم وصعب علي أن أفضل أخا على أخيه لكنني أميل للرأي الذي يرجح عقل الفضل وذكاءه وحكمته حجيب هذا يا أم جعفر فإن أكثر الناس يفضلون جعفرا على الفضل والقليل هم الذين يعرفون الفضل للفضل لقد كاشفتك بسريرتي أما إن كنت تريد أن تحكم بنفسك فسأحكي لك ما حدث بالأمس وقضي أنت بما ترى فماذا حدث بالأمس يا أم جعفر كان جعفر والفضل يلعبان في صحن الدار فدخل أبوهما فأسرع إليه فأمر بالغداء فمددنا المال قال يحيا لولديه أتلعبان الشطرانج؟ ما لكم سكتتما تلعب يا جعفر نعم ألعب وأنت يا فضل لماذا تسكت؟ وقد قال أخوك جعفر إنه يلعب الشطرانج هاتي الشطرانج يا غلام أريد أن أراكم تلعبان أمامي وبين يدي حتى أرى لمن الغلب هيا يا فضل هيا ها هو الشطرانج هيا فلعب أترى يا أبي إنه يعرض عن اللعب مالك لتلعب أخاك يا فضل لا أحب ذلك بل إنه بل إنه يرى أنه أعلم مني به لهذا فهو يأنف من ملاعبتي كيف إذن أردت أن تلعبه؟ كنت سألاعبه مخاطرة ما رأيك يا فضل؟ أعفيني يا أبتي لا أفعل لا لعبه لعبه وأنا معك يا فضل وأنا موافق إلعبه ألاعبكما معا ما رأيك يا فضل؟ ما رأيك؟ أعفيني يا أبتي لا أفعل ولم يقبل الفضل على اللعب وأعفاه أبوه وقام وترك الولدين فما رأيك؟ وبماذا تقضي فيما حدث؟ تحكم لجعفر أم للفضل؟ أقضي بالفضل لجعفر على الأخي لا 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 والله لو علمت أنك لا تحسن القضاء لما حكمتك وفيما أخطأت؟ تحكم لجعفر ولا ترى أنه قد سقط أربع سقطات تنزه الفضل عنها؟ كيف؟ وما هي تلك السقطات التي تورط فيها جعفر؟ سقط أولا حين اعترف على نفسه بأنه يلعب الشترنج وأنت تعرف أن أباه يحيا يكره من يلعب الشترنج من الصبية هذه واحدة فما هي السقطة الثانية؟ سقط جعفر مرة ثانية آلثة سقط حين طلب المقامرة وإظهار الحرس على أخذ مال أبيه صدقتي فما السقطة الرابعة التي تورط فيها جعفر؟ كانت تلك قاسمة الظهر حين قال أبوه لأخيه لا عبه وأنا معك فقال أخوه لا وقال هو نعم وبذلك وضع نفسه في صف ووضع أباه وأخاه في صف مضاد معادي أحسنت والله يا أم جعفر في حكمك ووالله إنك لأقضى من الشعبي لكن قل لي يا أم جعفر كيف فاتت هذه الأمور على جعفر؟ فلم يفطن إليها وهو ذو العقل الذكي خاصة أن أخاه الفضل قد فطن إليها سأكمل لك الحكاية لتعرف بقيتها فأنا حين رأيت ما رأيت من جعفر وأخيه الفضل لم أتدخل حتى خرج أبوهما وتركهما عند ذلك تقدمت من الفضل وسألته وقد خلوت به قل لي يا فضل يا بني ما الذي منعك من إدخال السرور على أبيك بملاعبة أخيك جعفر؟ منعني يا أمي أمران أحدهما أنني أعرف أنني لو كنت لعبته لغلبته وبذلك أغجله أمام أبي وهذا ما لا أرضاه والأمر الثاني حين قال لي أبي لاعب أخاك وأنا معك لم أرضى فما يسرني أبدا أن يكون أبي معي على أخي رعاك الله يا بني وأتم عليك نعمة العقل والذكاء صدقت يا أم جعفر فهذا ما كان من أمر الفضل فكيف كان تفكير جعفر؟ بعد أن تركت الفضل رحت إلى جعفر في حجرته وخلوت به هو الآخر وسألته قل لي يا جعفر يا بني كيف يسأل أبوك عن اللعب بالشترنج؟ فيسكت أخوك لا يرد وأنت تعترف بصراحة أنك تلعب الشترنج ألا تعرف أن أباك صاحب جد لا يعجبه لعب الصبية بألعاب القمار؟ بل إني سمعت أبي يقول نعمة له البال المتعب المجدود والترفيه عن العقل المجهد وأبي يعرف كم نلقى أنا وأخي من تعب المذكر والتعلم والتأدب ثم إني لم آمن أن يكون أبي قد عرف من أي طريق إنني ألعب الشترنج أنا وأخي فإن كنت أنكرته وهو يعلم كان صعبا علي أن يعرف أبي عني الكذب فقلت في نفسي إن كان توبيخ فإني أواجهه بشجاع حسنا يا جعفر حسنا فإن كان ذلك كذلك ففسر لي كيف تقول لأبيك إنك مستعد أن تلاعب أخاك مخاطرة وكأنك تقامر أخاك وتستكثر ماله فأجابها جعفر قائلا ما قصدت هذا أبدا لكنني أحسست منذ أيام أن الفضل أخي تعجبه الدوات المذهبة التي وهبها لأمير المؤمنين حين رآها الفضل أبدأ إعجابه الشديد فعرضتها عليه ساعتها قلت له يأخذها فلم يرضى من ساعتها وأنا أتحين الفرصة لأعطيها له وقد طمعت اليوم أن يلاعبني مخاطرة وأنا أعرف أنه يغلبني في الشترنج عندما يغلبني كان سيأخذ الدوات التي أعجبت عن طيب نفس ويحكون أن رجلا دخل بغداد وكان معه عقد من الجوهر يساوي ألف دينار فراح إلى السوق يبيعه فلم يجد من يشتريه بثمن معقول وكان الرجل يريد أن يخرج إلى الحج ويترك العقد أمانة عند واحد من أهل الخير وسأل فدله بعضهم على عقاد بالسوق موصوف بالخير وراح الرجل للعقد وأودعه العقد حتى أعود من الحج إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله لن أوصيك على العقد يا شيخ العقادين فهو عقد ثمين يساوي الآلاف في الحفظ وصوني يا حج اطمئن تعود فتجده كما تركت في حفظ الله وحج الرجل وعاد من الحج وقصد شيخ العقادين الذي ما كاد ياراه حتى تجاهله لكن الرجل تقدم منه وقال السلام عليك يا شيخ العقادين وعليك السلام ها أنا ذا عدت من الحج أي حج؟ أي حج؟ أنا أنا صاحب العقد ألا تذكرني أنا الخرساني أي عقد وأي خرساني شيء عجيب تدعي أنك أعطيتني هذا؟ أدعي؟ أدعي ماذا؟ اسمعي يا حج العقاد شارس مؤذي وأرى أنك إن كنت تريد أن تسترجع عقدك أن تذهب الآن إلى عدد الدولة عدد الدولة؟ وهكذا جئت أقصدك يا مولاي عارض الدولة دعيا ربي أن يكون رجوع حقي إلي على يديك الله المستعان إن شاء الله أما أنت يا حج فما عليك إلا أن تذهب إلى ذلك العقاد غدا رح إلى دكاني واقعد على دكته فإن منعني؟ واقعد على الدكة التي تقابله تقعد من الصباح حتى المغرب ثم بعد؟ في اليوم التالي تكرر ما فعلت وهكذا وبعدها؟ بعدها سأعود أنا لأركب وأمضي بموكبي أما أنت فانتظر مكانك قليلا وسترى العجب ما شاء الله ما أعظم الموكب وما أبهى عدد الدولة وما أجل هيباته أطل الله عمرك يا مولاي السلام والاحترام يا عدد الدولة قف قف أيها السائس أو قف الموكب ماذا جرى؟ مولاي عدد الدولة أوقف موكبه هو ذا ينزل من فوق حصانه لعله قادم إليك يا شيخ العقادين أنا مرحبا مرحبا لا 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 قد حول وجهه إلى الجهة المقابلة لعله سيزور الصباح بل اقترب من ذلك الرجل الغريب الجالس على الدكة ها ها إنه يسلم على الرجل والرجل جالس لا يقف احتراما شيء غريب السلام عليك يا خرساني وعليكم السلام يا عدد الدولة متى وصلت؟ وكيف تكون في بلدنا ولا تأتي لزيارتي وتعرض حوائجك علينا؟ إن شاء الله أزوركم لا تنسنا يا خرساني وفقك الله أرأيت عدد الدولة يوقف موكبه وعسكره لينزل ويحيي الرجل والواطفه لابد أنه رجل هام شأنه خطير يا خبر ماذا جرى يا معلمي؟ ما كنت أعرف أن له هذا القدر والخطر اسمع هاتي العلبة ها هي ها هي زي حسنا أخرج منها العقد الذي بها ها هو العقد السلام عليكم يا حج وعليكم السلام أنا العقاد وهذا هو عقدك الذي استودعتني إياه قبل أن تروح إلى الحج كنت قد فقدته ولذا أنكرته لكني والحمد لله وجدته من ساعة فقط وعاد العقد بحيلة بسيطة من رجل ذكي وكان ما كان من نوادر الأذكية لذي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة